يعني عندما تكون هناك مواقف مفجعة مواقف يصعب على الإنسان أن يصفها تحتار الكلمات دائما عندما يبدأ بها الإنسان فكيف قرأتما هذا الحدث الجلل وهذا الموقف الإرهابي الذي أراد المتربصون بالكويت قيادة وشعبا ووطنا وإنسانا أن ينالوا من وحدتنا الوطنية وأن يبثوا سمومهم في هذا الوطن الآمن بسم الله الرحمن الرحيم أولا أعزي أهل الكويت وفي مقدمتهم صاحب السمو أميرنا حفظه الله وسمو ولي عهده وأعزي كذلك أهالي الضحايا من الشهداء ضحايا العمل الإرهابي الدنيب كما ندعو الله الباري عز وجل أن يتقبلهم يتقبلهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحة بالتأكيد الكويت عاشت يوم أسود يوم أمس يوم حزين نشعر يعني مهما نحاول أن نفهم ماذا حدث ولكن بالفعل اللي حدث هي جريمة نكراء بحق الدين بحق الإنسانية بحق أي شريعة أنت ممكن أن تفسرها يعني أن يقتل مسلمون أبرياء في سيد الأيام يوم الجمعة سيد الشهور شهر رمضان وهم في موقف السجود في البقعة المطهرة بيت الله شنو ممكن إحنا أنتسرها بتحت أي عنوان تحت أي مفهوم للجريمة أمانة من ارتكب هذه الجريمة ومن هم خلفه يعني لا يمكن وصفهم بأي وصف سوى أنهم فعلا خطر على البشرية وبالتالي لابد أن يكون هناك موقف حازم في الكويت وغير الكويت تجاه مثل هذه الجماعات لأن هذه الجماعات مثل ما تفضلت تنشر سمومها وسمومها قاتلة ويغلفونها بغلاف الدين يغلفونها بغلاف الدفاع عن الإسلام والإسلام منهم بريء لأن مثل هذا النوع من الجرائم حدثت في المملكة العربية السعودية في القديح في الدمام وللأسف ما زالوا يبشرون العالم بأنهم سيستمرون في مثل هذه الجرائم تحت مسلم الدين في ذات اليوم تحدث جريمتين مماثلتين في فرنسا وفي تونس مما يعطي دلالة واضحة بأن هؤلاء لا يستهدفون شريحة بعينها أو طائفة بعينها وإنما هم يستهدفون الأبرياء أينما كانوا فبالتالي كل ما نقول أن ربي يحمي الكويت ويحمي أهلها وأميرها وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم قل آمين يا رب آمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة